ما حكم إخراج الأضحية إلى الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية يا إخواني الآن أيدي أمينة نعم وتعرف الفقراء وإذا أراد الإنسان أن يستريح من البحث عن الفقراء فإن الجمعيات الخيرية خائر معين له فإما أن يشتريها حية ويعطيهم إياها تلذبحوها أو يشتريها حية ويقول أعطوها إلى أسرة فقيرة يذبحونها ويلعبون عيالهم علىها ويشوفون الأضاحي ويفرحون هذه كلها جائزة ويقول إنها أقل تكلفة هذه ما ينبغي للمؤمن أن يراها لكن يرى الأنفع هو لو وضعها في بيتي أكلها هو وأولادهم يمكن مالين اللحم صحيح نعم اللحم عندهم كل يوم لكن إذا أعطاها إلى أسرة محدودة الدخل يفرحون بها ويأكلون لحمها ويدعون له ولوالديه ولمن كان سببا في ذلك فهذا هو الشأن وتبادلهم مع الجيران نعم وهذا هو الشأن في أن الأضحية إذا دفعت إلى هؤلاء الفقراء عن طريق الجمعيات الخيرية أنا أظن أنها سيكون نفعها أكثر بعض الناس يقول أنا أريد أولادي نقول نعم إذا كانت أريد أولادك يشوفون الأضحية ويشاركون فيها ويأكلون من اللحم ويفرحون فأنت أولا لكن بعض الناس لا يقول أولادي الذبائح عندهم كثيرة ودائما نذبح لكن هذه الأيام أنا أريد أن أتصدق على المحتاجين فنقول له يا أخي جزاك الله خير أبدا أحسنت إن شاء الله أحسنت والفقراء في حاجة وأنت إذا تعاونت مع الجمعية الجمعية خير من يقدمك في هذا المجال نعم